اصار الفنان محمد رمضان الجدل مرة اخرى بنشر صور له داخل طائرة فاخرة متجها من القاهرة للرياض لاحياء حفل محمد رمضان في ميدل بيست الرياض حيث ظهر محمد بنيولوك يشبه الفنان الامريكي الراحل مايكل جاكسون مرتديا قبعة مطلية بالزهب وقلادة وخواتم زهبية واصار صور محمد رمضان جدالا واسعا بين نشاطاء التواصل الاجتماعي بعض النشاطاء السعوديين عبروا عن رفضهم لما يقوم به محمد رمضان حيث قال طه سطوحي بإذن الله يردوك وعلق وليد الجدري سلاسل وزهب ولبس لا يمثل مصر والوطن العربي اتمنى من نجوم الوطن العربي ان يكونوا قدوة ومثل ينقل صورة الرجل العربي الاصيل وقال عبدالله التبريزي بتعمل داي مايكل جاكسون ووجع محمد ذاكي رسالة لرمضان قائلا ولا تمشي في الارض مرحل وعلق هاتين قائلا زلزال بمليون رختر ورد محمد خطاب قائلا يا أستاذ محمد بلاش الصور المستفزة دي وقال سامي عتمان أستاذ محمد اعمل فن حقيقي وليس فن بلطقة يذكر أنه يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات مهرجان مادل بيست ويقام الحفل اليوم السبت حيث نشر مقطع فيديو خلال تواجده في الطائرة عبر حسابه على أنستجرام معلق عليه زلزال بمليون رختر